كانت رحلة كتير صعبة وحلوة بنفس الوقت عبد المنعم عميري يعلن ندمه ويهاجم هؤلاء الفنانين ما قاله عن ابنتيه مؤثر تصريحات مفاجئة لعبد المنعم عميري تفتح عليه أبواب الانتقادات تحدث عن علاقته بالممثلين وابنتيه ولعل أكثر ما كان مفاجئاً تفضيله المال على راحة البن هذه الصفحة الأخيرة من قصة رائعة حل الممثل السوري عبد المنعم عميري ضيفاً خلال مقابلة مصورة وتصدر بعد حديثه عن ابنتيه وعدد من الممثلين وكشف عبد المنعم عميري خلال استضافته في برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغة عن أمنيته التي ينتظرها من ابنتيه مريم وسلم مشيراً إلى أنها أن تفخرا بما قدمه من أدوار مختلفة على مدار مسيرته الفنية التي عبر عن اعتزازه بما قدمه فيها متمنياً الأمنية ذاتها من طلابه من جهة أخرى علق عبد المنعم عميري على وجود فرص كثيرة لممثلين نغم قلة موهبتهم على العكس زملائهم الذين قد يمتلكون موهبة أكثر منهم لكنهم لا يظهرون على الشاشة كثيراً وقال عبد المنعم عميري أن الحظ لعب دوراً في هذه المسألة وليس الشكل والذكاء في إدارة الموهبة الأمر الذي اعتبره البعض انتقاداً لاذعاً لعدد من زملائه ولعل أكثر ما كان كثيراً للجدل خلال تصريحات عبد المنعم عميري هو تأكيده أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لاختار راحة البال بعيداً عن المال لأن اليوم الأمور اختلفت ويفضل أن يكون لديه المال بدل راحة البال فالمال هام بالنسبة له حتى يؤمن مستقبل ابنتين وقال الممثل السوري أنه قدم أكثر من مئة شخصية فنية منوعة في مسيرته مؤكداً أن ذلك إن عاد لشيء فهو لموهبته وكيانه مشيراً إلى أنه لا يقدم الفن من أجل المتعة والتسلية فقط ولكن من أجل أن يبعث عبر أدواره رسائلها ما يحتاج إليها المطلق فعلاً كنت خايف من شغلي بصراحة لما تم طرح الموضوع كيف نحنا بدنا وأضاف عبد المنعم أن هناك الكثير من المنتجين الذين يراهنون على ما يمكن أن يقدمه ليقدم المزيد من الأدوار التي تغير منهجية فن التمثيل المعصر وعبر عبد المنعم عميري عن رغبته في تقديم نفسه بشكل مختلف إذا ما عاد به الزمن مرة أخرى مؤكداً أنه لا يحب بعض الأعمال التاريخية كثيراً لذا فإنه في مسيرته طوالها لم يشارك في سوى إثنتين فقط منها وحول رأيه في دخول ابنتيه إلى عالم الفن قال عبد المنعم عميري أنه لا يمانع إطلاقاً إذا ما قررنا الدخول لساحة الفن ولكن الأهم بالنسبة له هو أن يحققنا نجاحاً ملموساً وليس لمجرد العمل فقط موسيقى اشتركوا في القناة